الرب يبارك الاجتماع لمجد المسيح هنقرأ إنجيل يوحنى أصحاح عشرة من عدد واحد لعدد خمسة إنجيل يوحنى أصحاح عشرة من عدد واحد لعدد خمسة يقول ربنا يسوع المسيح الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حضيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لأنها لا تعرف صوت الغرباء آمين ربنا يبارك كلمته الصالحة الصديقة موضوع مهم جدا اتشغلت بيه وأحب أنه قطيع الرب الغالي المحبوب يتابع الموضوع ده ونقوله للناس نشارك بيه الناس عنوان الخدمة تمييز صوت الرب مرة تانية تمييز صوت الرب يلا أقولوها أنتم مرة كده تمييز صوت الرب الحقيقة فيه اتهام كبير من بعض الناس للتشبيه اللي شبهه الرب بيسوع بأنه هو الراعي والمؤمنين بيه الخراف مرات تسمعوا الكلام ده من الوعاز المباركين يقولك الخروف غبي وهو بالأسف بيقول كده والخروف يرمز إلى المؤمن وكمان الرب شبه نفسه بأنه الحمل أو راعي الخراف العظيم فأنا حسيت أنه ده في نوع من الاتهام مع أنهم مش أطباء بيطريين ولا مربين للخراف لكن هذا النص اللي أريته لحضراتكم بيقول عن نفسه من عدد ثلاثة بيقول لهذا يفتح البواب اللي الراعي يعني والخراف تسمع صوته شوفوا الكلام الجميل فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته الخراف تميز صوت الراعي وتتبعه كنت في قرية تبع المينيا وبعدين فيه مكان بيعدوا تحته شجرة توت عتيقة فمرات أنا أمر وأنا رايح الخدمة فيقولوا لي تعالى أشرب شاي الشاي بتاعي الكنون طبعا ما عرفش تعرفوه إلا لا بتعمل على الفحم وحاجات زي كده وبعدين كان فيه عدد كبير من الخراف والعيلة دي اللي عندها الأرض الوسعة دي عندهم قطيع كبير يمكن ميت خروف وعنزة وحاجات زي كده وإحنا عاديين بصيت لقيت اتنين منهم رعاء قفز على الركوبة بتاعته اللي هي القتان وعمل صوت كده صوت بسيط خالص أنا طبعا مش أقلده دلوقت علشان أنتم متتحكوش علي عمل صوت جملة سيارة خالص بنغمة معينة فليت ومشي بال بالقاتان اللي ركبها دي ومشي طورال بس مجرد الصوت نغمة كده صغيرة فأنا قلت له يا فلان استنى استنى وبعدين قلت له قالوا أنت قلت يقل قلت كذا فقلت له طب استنى وخلي القطية كده وروح تعامل الصوت نفسه ولا عبرتني ما أني أنا قلت تقريبا لما قول يعني قلت قلته يعني أقول بالصدق يعني يمكن خمسة وتسعين في المية من النغمة والصوت والصوت وحدته والكلام ده لكن ولا هي ترى الخراف تعرف تعرف الراعي تعرف درجة حرارته جسمه شكله صوته ونبرته كما بيقول هنا والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء فاتباع الرب حاجة جميلة جدا مرتبطة بالخروف الخروف حيوان زاكي مش غبي زي ما بيقولوا عليه لأنه هنا بيقول بعد كده خرافي تسمع صوتي فتتبعني وأنا أعرفها وأعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد نقدر نميز صوت الرب تمييز صوت الرب مش موهبة تمييز الأرواح لأ حاجة تاني موهبة تمييز الأرواح بتاعة كورنثوس الأولى 12 تمييز الأرواح في تعامل الناس وأرواح مختلفة لكن تمييز صوت الراعي صوت الرب قصة تاني وبعض الناس يقولوا فلان دا أو الخادم دا أو الأستاذ فلان دا شخص مميز لا تمييزه هنا مش لأنه هو يعني عنده موهبة روحية لا دا عنده خبرات وعنده حكمة بشرية يعني استخدمها ومرضت وابقى فيها خبث الحكمة البشرية قال عنها في عقوب ثلاثة نفسانية الحكمة الأرضية حكمة نفسانية لكن الحكمة اللي بيديها الرب بيديها مع هذه الخبرة اللي هي تمييز صوت الرب أنا مش بتكلم على تمييز الأشياء والقرارات المضبوطة لكن أتكلم عن تمييز صوت الرب الذي يتكلم إليه الخدمة فيها ثلاثة أقسام القسم الأول الموقف العام ودي في حاجات كتيرة القسم الثاني نلاقي فيه الفكر العام والقسم الأخير فيه كيف نفهم أو الفهم العام نبص مع بعض واحدة واحدة ونشوف إيه الحكاية نمرت واحد الموقف العام عندنا إيه الله يتكلم والشيطان يتكلم والنفس تتكلم والظروف تتكلم والناس يتكلمون والروح القدس يتكلم حاجات دخلها في بعضها مش عارف نعمل إيه مثلا الله يتكلم الكتاب مثلا في عبرانين واحد واحد واثنين أو نص عدد اثنين يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة ابنه إذن الله يتكلم كلم الآباء بالأنبياء من المتكلم الله من خلال مين الأنبياء زمن الكلام قديما طرق الكلام بأنواع وطرق كثيرة بالأحلام وبالرؤى وبأمثال وحاجات كثيرة عمالها الرب وفيه كلامه مع الناس والناس فهمت لكن يقول لنا مثلا في النص التاني من عدد واحد نص الأولاني من عدد واحد كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ما مش كلام تاني بعد ما كلمنا في ابنه يتكلم بطرق كثيرة بإحسان يتكلم ببركة يتكلم بابتسام الطفل يتكلم بتشجيع مؤمن لمؤمن يتكلم بطرق ومرات يتكلم بعاصفة ومرات يتكلم بهدوء ومرات يتكلم بأمل يتحقق ومرات يتكلم بضغط وضيق عليهم لكي يشعره ما حد الشي قدر يقول ربنا بيكلمنيش ده الدعاء كاذب أو فارغ الله يتكلم دائما لكن احنا مش بالمعيز بعض الناس يقولوا ربنا بيكلمنيش لأن أنا ضعيف هذا عبث وفوضى ليه؟ لأن الله كلم يعقوب المخادع وكلم يهوز الخائن وكلم بطرس الناكر وكلم إلي المنحني المكدعب الله بيكلم الكل فما تقدرش تقول أن أنا سيء جدا للدرجة اللي فيها ربنا بيكلمنيش الله بيكلمنا والله بيكلم الكل الله يتكلم بإحسان أو بضغط عشان نشعر فالرب يدينا نعمة عشان نخلي بقىنا من الحكاية دي نمرت اتنين الشيطان يتكلم حاجات دخلة في بعض فمثلا في تكوين ثلاثة واحد يقول الكتاب أن الحية كانت أحيى الجميع كائنات اللي خلقها ربنا كانت الحية أحيى الجميع حيوانات البرية التي عاملها الرب والإله الحية لا ستكلم لكن هنا تعبير عن دخول إبليس الذي يرمز إليه بالحية في طرق اللي فيها لف وضوران فيقول لها أحقا قال الله يسموه ده استفهام إنكاري وقعك في ربنا شككك في الكلام بتاع ربنا شككك في الكتاب في الوحي شككنا في محبة الله في قدرة الله في صلاح الله في عظمة الله في حكمة الله مرات كتيرة تلاقي ناس يقول لك مش عارف ليه ربنا عمل كده ليه ربنا بيعمل معانا كده مش عارف هذه هي حملة مغرضة بيعملها إبليس ضد الناس فأول حاجة الله يتكلم تاني حاجة الشيطان يتكلم ومرات كتيرة نسدع يا جمعا نمرت ثلاثة الظروف تتكلم يعني حصل معانا من السنين القريبة دي من سنة عشرة لدلوقت 2010 الثورة اللي حصلت والاضطرابات والإرهاب والتفجيرات وبعدين موضوع كورونا وموضوع الوباء الخطر وبالصنة لين الحروب اللي حصلت عشرات الملايين عندنا مثلا اللي حصل في روسيا وأوكرانيا وده كله بيأثر في التاني في فلسطين مثلا اللي حصل لحد دلوقتي جنوب السودان وشماله انتوا عارفين ان عشرة مليون على الأقل هجروا من أماكنهم من بيوتهم بعض السيدات والفتيات العابرات لبعض الدول زي مصر في الجنوب عند أسوان وتشاد ودول الصحراء تعرضوا للاغتصاب وياخدوا كل اللي معاهم وقديما قالوا لو حركت فراشة أجنحتها في اليابان في أقصى الشرق يشعر بها المواطن الأمريكي في غرب كاليفورنيا طبعا الكلام ده مبالغ فيه لكن فكرا العالم مترابط جدا جدا ما فيش حد ما حسش بنتائج الحروب وتأثيراتها والحاجات دي الظروف صعبة على الناس والظروف مرتبطة بحاجات كتيرة متنوعة الظروف تتكلم نمرت أربعة الناس بيتكلموا النفس تتكلم نمرت أربعة النفس تتكلم بيقول في صمويل الأول سبعة وعشرين عدد واحد صمويل الأول سبعة وعشرين عدد واحد داود النبي داود الملك قال يعني خلاص أنا هموت بيد شاول قال داود في قلبه أني سأهلك يوما بيد شاول ما فيش فايدة إلا أني أهرب إلى الفلسطينيين برضو كده تروح لبلد الأعداء قال ما فيش أمل مرة كنت بخدم بس الناس قاعدين قريب مني من المنبغ فلمحت واحدة تبكي أثناء الخدمة وأنا سلم على الناس بعد الخدمة قلت لها يبدو أن الرب كلم نفسك كثيرا بكلمك ربنا وأنت قالت لي لو قلت لك هتزعل قلت لها اتفضل يقولي بسرعة يعني كانت بتتكلم قالت أنا لي كم يوم مرهاخة جدا وبصحة بادري وما بنامش كويس عشان الأولاد وشغل البيت والشغل بتاعي أنا شعر بألام شديدة في رأسي جالي خاطر أن أنا هيطلع عندي أورام في المخ وبعدين نعمل عمليات جراحية واستقصال للورم وبعدين يحصل علاج كيماوي وعلاج بالإشعاع وفي الغالب هموت وبعدين أنا اللي ببكي لأجله أن جوزه تجوز قبل الأربعين وعيالي هيتقلمه جدا وانفجرت في البك قلت لها انت لو في أورسس برين بخمسة ساغ كان وقتها رخيص يعني أورسس برين ريفو ولا سكين تخدي وكوباية شاي كويسة وتستريح شوية يقول لنفسنا حاجات مليانة بالخداع وبنصدقها بنصدق حاجات كتيرة ولا بتحصل ولا حاجة والرب يقول لنا تشدد بالرب وتشجع انتظر الرب وليتشجع قلبك وانتظر الرب النفس وتتكلم حاجات كتيرة بتهمس بيها نفسنا مرات حد يتأخر نقول حصل حادث مرات حد بيتصل بينا من أولادنا على فترات معينة وما عملش كده نقول ده حصل حاجة وفيه مشكلة كبيرة يلا اقولوا معايا الله يتكلم الشيطان يتكلم النفس تتكلم الظروف تتكلم لكن كمان الناس بتتكلم منين ما تروح انا اركب المترو اركب القطار وحتى لو واحد بيوصلني بتوكتوك كله بيتكلم اللي بيقص الشعر وانت هو بيقوم بالعملية دي يقولك حاجات غريبة جدا يعني يتكلموك في الطب وهم ليش داعوا يعني ميكانيكي مثلا او مثلا بيع خضار او اي حاج يكلمك في جراحة المخ والاعصاب ويكلمك في ترتيب الاقتصاد ازاي البلد دي يبقى فيها نمو وتقدم ازاي الدولار يتراجع قدام الجنيه مال يقولك الكلام ده اي حد كله بيفتي وكله بي انا ظهرت عندنا مش موجودة في بلاد العالم انا اتجول كثيرا عندنا حاجة اسمها الخبير الاستراتيجي يعني تيه حكاية الاستراتيجي دي خبير مش عارف الايه الاستراتيجي ايه اللي درسوا الراجل ده علشان يدلوا بدلوه في كل شيء الميا والعلاج والاشعة والاقتصاد والراجل القائد بتاعنا كذا ومش كل واحد بيتكلم عن كل حال في اي موضوع الناس بتتكلم اخر حاجة عايزة اقولها الحضرات كيف تعرف اللي احنا فيه دلوقتي كمان الروح القدس يتكلم من واخد باله انا عندي ايتين مهمين جدا الاية الاولانية عبرانين ثلاثة سبعة والاية الثانية اعمال الرسل الصحح تمانية عدد تسعة وعشرين الروح القدس بيتكلم اعمال ثمانية عبرانين ثلاثة عدد سبعة بصوا اللي اقرب حتى ولو بصوت منخفض لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم الروح القدس بيتكلم وبيتكلم كل يوم والاكتماع بدأ بيتعمل كتير وناس كتير ريحة جاية وبتسمع وناس عبر البث من خلال صفحة الاجتماع بتشوف بس هل تجاوبت مع صوت الروح القدس اللي بيقول لك توب اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم وفي اعمال تمانية تسعة وعشرين يقول ان الكتاب المقدس واحد من الخدام المعروفين اسمه في لوبوس كان في السامرة بعدين كان فيه وزير محترم وزير المالية في مملكة الحبشة وبعد ما ظهر هو اصلا يهودي وراجع جايب معاهدية اللي هي جزء من سفر اشعياء وركب المركبة بتاعته يمكن كان معا ناس بتخدم فقال الروح القدس اللي فيه لوبوس تقدم ورافق هذه المركبة انا ما عنديش وقت لا الروح القدس قال اعمل كذا اعمل كذا رغم ان فيه خدمة ورغم ان فيه نشاط كبير الروح القدس يتكلم الروح القدس يكلم حضرتك وكلم حضرتك وكلم المشاهد اللي بيشوف الخدمة دي بيشوفها للمرة التانية او التالت ما عرفش لكن الروح القدس يكلمك هل تتجاوب معه هذا تداخل غريب تداخل صعب متكلم الاول هو الله المتكلم الاخير في السرد اللي انا قلته هو الروح القدس لكن حاجات تانية دخلت معنا هي النفس والشيطان والظروف والناس صدقنا دول ورفضنا الاول والاخير وهذه الكارثة اللي احنا احنا ماشيين وراء الناس وماشيين وراء انفسنا وماشيين وراء افكارنا ورؤوسنا التي لا تستحق الا مطرقة تحطمها بالرغم من اننا بيتعامل معنا بلطف شديد ما اتعس الانسان الذي يرفض محبة الله ودعوته ويهتم بامور ثانية شديدة الفساد نمرة واحد الموقف العام نمرة اتنين مهمة جدا جدا عايز ولاد الرب يخلوا بالهم الحالة العامة ايه ازاي نقدر نلقط ونفهم صوت الرب وهو بيكلمنا ومرات يقول لنا بعتاب ليتك اصغيط لوصاياي بيقول لنا يريتك خدت بالك من اللي بقوله لك فكان كنهر سلامك وبرك كلج البحر ويقول تسمع كلمة خلفك هذه هي الطريق اسلك فيها الله بيقول لنا لكن احنا ضربنا بكل ما يقوله عرض الحائط علشان كده احنا بنتعذب احنا بنتعذب لاننا لا نميز صوته ولا نتبعه كما تتبعه الخراف اللي قالنا عنها في انجيل يوحن اصحح عشر انا عندي في الحالة العامة عشان الوصف يبقى ظاهر مجموعة من النقاط التشبيه عندي في موضوع الاستماع الاذن الاذن اللي هي دي البوق ده وبعدين الاذن الوسطى وبعدين الاذن الداخلية والطبلة والركاب والحاجات دي يحصل اهتزاز فيبقى فيه صوت يترجم من خلال المخ والعصب السمع نقدر نسمع لكن انا لا اقصد الناحية الطبية للموضوع لكن اقصد الناحية الروحية والله يتكلم ونحن نميز هنمر على شوية حاجات معطلة عندنا نمر تواحد درجة الصوت انا بتكلم ودايما احرص اقول خلوا بالكم هل الصوت واضح هل المايك مظبوط هل السماعات الناس وصلة ليها ولا بيسمعوا يناموا ولا بيسمعوا وعصابهم تتعب ويتوتروا نحرص على فكرة درجة الصوت وحدته الرب عمل كده مع اثنين من الرجال العظام الاولاني ايوب والتاني الي خلوا بالكم منهم عشان نشوف درجة الصوت ولطف الرب فيه تعامل ايوب طلع من بيته في يوم واحد سبع عشر سنديق موتى عشر سنديق سبع اولاد وتلت بنات انا كخادم للرب لو موجود ايام ايوب ما اقدرش اروح اعزيه ولا ازور ولا اقوله اي حاجة اقوله ايه موضوع كبير جدا لكنه امام بعض اللي حصل معاه حصل معاه حاجات كتيرة جدا وخسر حاجات كتيرة خالص يبدو انه تزمر على الرب وتزمر بطريقة غير لايقة كما نفعل مرات كتيرا اقول له ما فيش غير نحن وليه بيعمل معايا كذا قال في بعض الايات لماذا جعلتني عاثورا لنفسك اه دعني اتبلج قليلا ريثما قبل عريقي انت مش مديني فرصة اخد نفسي ولا بالعريقي ليه انت واقفلي كده بالطريقة دي بيقول لربنا كده وانا قريت سفر ايوب مش عايز اقول لكم قد ايه ما يصحش قريته كتير خالص ملقتش فيه اللي جاي اللي جاي دلوقتي ايه اللي جاي ايوب 38 من عدد اثنين بيقول له في ايوب 38 هذه الكلمات اسمع كده بس دي انا ما قريتهاش يبقى جات من دي واللي بتكلم هنا ربنا استحضر الله حاجات سرية قالها الراجل في سره وما نطقش به يعني الرب عارف الاعماق وكاشف اعماق 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 لحضرتك عملتي في السر ولحضرتك عملته في السر وليه سنين وما تكشفش اهي يقول في عدد واحد النص بتاعنا فاجاب الرب ايوب انا عايزكم تخله بالكم من صوت عالي جدا صوت عالي مرعب ده بالنسبة لمن لأيوب ليه بقى مش لانه متألم لانه متزمر واساء الرب من ذا الذي راح قال له من ذا الذي من هذا الذي يظلم القضاء بتلام بلا معرفة يعني ايه ايوب قال في سره صامتا ربنا دا اللي عمل معايا اصدر احكام ظلم ضدي وهو لا يعلم نتائجها وتأثيرها هذا الدعاء فارغ مسكين يا ايوب بص رما الرب هنا بيكلمه في عدد اتنين من هذا الذي يظلم القضاء يعني انت اصدرت حكم علي وكنت قاضي ظالم وانت لا تعلم بلا معرفة يعني انت مش عارف تأثيرات اللي انت عملت في بعد الرب يقول له ايه ده الكلام ده بعصفة صوت مرعب بعد التلاتة يقول اشدد الان حقويك تحزم يعني اشدد حقويك كرجل فاني اسألك فتعلمني بعد ان بتطلعني انا غلطان يلا العدد اللي بعد اين كنت حين اسست الارض اخبر ان كان عندك فهم من وضع قياسها هو ويتكلم عن حكمته قدرته انت كنت فين وانا بعمل الكلام ده طبعا انتوا عارفين الانسان اخر حاجة عملت بعد الخليقة كلها وكذا لما ايوب سمع وسمع اكاد اقول بغضب يعني بمواجهة حادة بين الله بطريقة عشان يستيقظ هذا الرجل بص بقى رد ازاي بعد ما سمع وفهم في اصحح 42 من عدد واحد بص الجمال بقى فهم الموضوع ورح راضد على ربنا قال له ايه بقى عمنا ايوب في 42 واحد يقول فاجاب ايوب الرب بل متكلم في 38 واحد مهمين الرب الايوب وفي العصفة وقال له تعال هنا زي بلغة الجيش دور مكتب ورح قال له فهنا يقول الاجابة ايوب الرب فقال قوله قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة اتفضل اتأسف يلا اعتذر ولكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرف سمع من الرب وعرف ان اللي بيوبخوا وبيتعامل معاه والرب القادر على كل شيء ومرات كتير نتعدى كل شيء وندوس كل الخطوط لكنه حنون ورقيق القلب ان تكلم يتكلم من العصفة ليسترد ناس اخطأت واساءت مرات كتير الناس اطلخبط ويقولك ليه ربنا بيعمل معي كذا لماذا انا بالذات وهكذا الموقف الثاني في درجة الصوت في ملوك الاول تسعة تسعتاشر ملوك الاول تسعتاشر يمكن من عدد عشر او حداشر ام تابعين ولا ايه قولوا يا رب بارك بعد المجد العظيم اللي عمله اهلية النبي وقتل ذبح 850 من انبياء البعل والصواري ازابل الشريرة زوجة اخاب سمعت قالت بكرة زي الوقت ده لا تبقى رأس الي عليه يعني هيموت هو سمع وبعدين اكتأب جدا جدا مواجهة الحياة ازاي الحياة تفقد بهذه الصورة لرجل من اعظم رجال الله في العهد القديم ما ميشي الرب الحلو يعمل ايه الرب الحلو يعمل حساب وقالك ده هيمشي مشوار طويل راح جايب له كعك يتراد وقاب له وهتم به وهو من انبياء مملكة الشمالية نزل لحد بقر السابع انا عايزكم تتخير الموضوع قرب من الجنوب وبعدين مشي من عند بقر السابع جنوب فلسطين لحد لما وصل لدير سانت كاترين الحالي كان وقتها اسمه جبل الله حريب ومازال جبل الله اللي صعيد عليه عشر مش فاكر خلونا نبص كده مع أخونا قالوا بقالكم من الصوت من حدة الصوت ودركته اخرج إلى الجبل وقف اخرج وقف على الجبل أمام الرب يلا اقولوا معايا وإذا بالرب عابر وريح عظيم وشديدة قد شق الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح شفته ريح بس ما كانش فيها طيب ولبعديها يقول ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة وبعد الزلزلة يلا امشي معايا وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار يلا وبعد النار صوت منخفض خفيف قصه دم دم منحني ومكتئب أنا أططب عليه وكفك في دمع قلبه صوت غير اللي عمل مع أيوب المتظاهر بالقوة والتزمر على الله قدنا بنا درجة الصوت مهمة جدا وبعد المرنمين في الصعيد يقول أنا كنت فاكره أنه جرحني أتاري أصده يفرحني أنا كنت فاكره أنه ننسيني أتاري أصده يعزيني خلي بالك من نمرت واحد درجة الصوت نمرت تناول طعام الغذاء أبو عنده 80 سنة قال ويكلم بابا عن الرب نحن نطمن على حياته الروحية وكذا أقول يا حضرة الوالد يعني كذا قال لي لا قرب قوي قوي من أذنه قرب قربت من 86 87 سنة يا حضرة الوالد كذا 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 ما قدر شي يسمع برضو عليت صوتي قوي قال لي آه ده أنا كنت بقى لعب معا طاول على القهوة سلم بقول رب يسوى فمرات كثيرة الإنسان تركيز حتى دي كلام الله ما يبقى موجود حتى وهو موجود في الكنيسة أو في الاجتماع إمكانية الاستماع هل أنت سامع سامع فعلا ملاحظ في حياتي السرية كيف يتكلم الله إلى البشر وأن أنا بعيد عن الموضوع إمكانية الاستماع أنت تعرفين هنا الصوات هنا في المكان ده يعني أنا ممكن أسمع البي بي سي هنا صوت الإزاء البريطاني ممكن أسمع فرنس 24 واشوف ممكن أسمع البرنامج العام بتاع مصر إزاي يعني يبقى عندك راديو ترانزيستور اللي بتاع بتاع الصمامات تظبطها تسمع مش كده لو موجود هنا ديش وموجود بتاع طبق أو سيرفر أو ريسيفر أقدر أشوف بس هنا مش شايفين ولا سمعين ليه بقى لأن مفيش حاجة تستقبل إمكانية الاستماع أنا باتكلمش على البوق ده ولا الأذن الوسطى ولا الداخلية لكن نتكلم عن القلب مفيش أيام أصعب من الأيام دي ومفيش تبلد أكتر من الأيام دي الناس بتسمع وبتشوف لكن رخصة كلمة الله وتقديرها صار قريب من الصفر نمرت واحد درجة الصوت اثنين إمكانية الاستماع ثلاثة درجة اليقظة أهو بحكة أنا ما بتكلمش عن نوم الحرفي بيه بعض الناس تنام في محضر رب أقول الحمد لله عصابهم هدية من غير مسكنات بتشوف ههو بتشوف هنا ما أصدش النوم الحرفي لكن ممكن الناس تبقى موجودة في الاجتماع أو في الكنيسة وهي مش عندهاش تركيز عندها حاجة تاني يبقى موجودين في الاجتماع ويفكروا في حاجات تانية هيعملوها بكرة وبعده إبليس مجرم يسحب أفكار الناس ويسحب أفكار الناس بطريقة يعني صعبة جدا يعني الناس تبقى موجودة بأجسادها بس وما بتكلمش على الكنيس بس لكن نتكلم على البيوت كمان هل تسمع صوت الرب وتميزه نمرة أربعة درجة اليقظة عندنا شاهدين الشاهد الأول نشيد الأنشاد أصحاح خمس أشوف كلمة الله جميلة إزاي دي عروس العهد القديم في عدد اتنين ما هياش الكنيس بعض الناس يقول لك الكنيس لكن دي رمز رمز للشعب القديم بتتكلم عن حالة بصوا كده أنا نائمة وقلبي مستيقظ مدعية هذا الدعاء ليه بقول هي مدعية الجماعة دي هي رمز لجماعة جماعة البني إسرائيل في وقت معين اقروا معي الآية أنا نائمة وقلبي مستيقظ أنت عندك الدعاء هنا بتقولي حاجة مش حقيقة قص اسمع النص صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي قول لأن رأسي قد امتلأ من الطل وخصصي من ندى الليل سيبه طول الليل واقف بره وعمال يقول كلام عظيم الرب يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي أنا بحبك جدا لكن أعطوا القفل الوجه وتقولك أنا نائمة وقلبي مصيص كد ناس كتيرة تقولك إحنا أولاد البركة وإحنا مش عارف إيه وقلوبهم منصرفة تماما هذه مأساة درجة اليقظة في واحد تاني في أعمال الرسل أصحاح عشرين عدد تسعة أعمال عشرين تسعة زي ما انتو فكرين الحكاية دي اللي كان بيوعظ عندهم ما هوش ردبة ده ده الرسول بولس العظيم بولس الرسول وكان هيعمل تناول أو مائدة الرب أو كسر خبز كل الأسماء الجميلة الحلوة دي وكان مسافر بعد كده محدش يسيبه الراجل ده ونشوف سلاسل الدهب اللي بيقولها نشوف كلام الله على لسانه شفته بصوا إيرو بقى عدد عشرين عدد تسعة من أصحاح عشرين من أعمال الرسل وكان شاب مش راجل كبير ولا راجل شقيان ولا راجل مش عارف إيه وأضناه التعب لا كان شاب اسمه افتيخس جالسا في الطاقة إيرا متثقلا بنوم عميق وكان بولس بيوعظ الرسول بولس خطاب طويل غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا عمل معجزة ربنا وقويمه بالسلام بس في ناس كده يقول لك أنا معاك وأنا بحب الرب ومتاع بس ضايع والرب يعرف الكلام والرب يكلم أروحنا ما ينفعش طول أنا كويس وأنت مش كويس لازم تلحق بقطار النعمة قبل فوات الأرض درجة الياقضة نمر خمسة الحساسية الروحية بعندي إحساس عشان أقدر أميز صوت الرب الحساسية الروحية في خلمة الله معروفة الحكاية دي له 24 تلميذي عمواس فكرين بعد القيام أو ذكركم كانوا رجعين لبلدهم اسمها عمواس رجعين من أورش ليم والمسيح مات ودوفن ولكنه كانوا مستبعدين أنه هيقوم وبعدين ظهر ليهم الرب كأنه حطت إيدي على كتاب فما هذا الكلام الذي اتنين هم واحد منهم اسمه كليو باس ما هذا الكلام الذي تتطرحان وأنتما ماشيان عابساين قالوا أنت متغرب هنا للرب كأنه راجل معدي كده وبس قالوا أن بعض النساء مننا قد حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي ولي تلات أيام وكذا وكلام دا لكل غلط وبعدين الرب الحلو علشان يبين أشوائهم وتبقى ظهر قدام الكل وإحنا بنقرأ يقول تظاهر أنه منطلق إلى مكان أبعد فقالوا له أمكث معنا أنه نحو المساء وقد مال النهار فألزماه وبعدين جابوا لقمة وكسروها وهو يقماسك كده ده وبيعمل يظهر آثار المسامير بانت إيه ده ده هو حده أخذ باله وعرفاه عند كسر الخبز مع أرواعه ولما عرفاه يقول الكتاب إيه اختفى بصراح قالوا إيه هذا الماضي بتاعهم هم عدد 32 له 24 32 وقال بعضهما لبعض ألم يكن هو الحساسية الروحية قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب لهيب القلب القلب فيه نار من جوه وأنا بسمع صوته وأميزه لكن إحنا نبتهج وقلوبنا تلتهب بحاجات مليانة بالدنس والشر هنا بيقول لك ألم يكن قلبنا ملتهبا حساسية الروحية نمر الستة القرب من الرأب القرب من الرأب يعني أنا لما فيش مايكروفون والحبايب اللي عاديه نواره خالص بتكلم بدرجة معينة من الصوت بمستوى معين الغالب اللي هيسمعني الأخ ده بس لأنه ريب إيه اللي حصل في يوحنى 13 قال لهم واحد منكم سيسلمني المسيح ارتبكوا جدا وبعدين كان يوحنى الحبيب انتم فاكرين ولا لا ولا مش بتقرؤ كان متكب في حضن يسوع وبعدين كلهم يقولوا أنا يسيد أنا يسيد أنا يسيد بعدين بترس بصوا أو ما إليه أو ما يعني أشاح برأسه كده عمل له يعني اسأله لنا من شايف إيدي هذا يوحنى هو في حضن يسوع رح عمل له كده من هو يسيد همس قال الذي هو الذي يسلم عندما نقترب من الرب نعرف فكره ونسمع صوته مرة الناس تقولك مش قادر اسمع صوت الرب ما انت بعيد يا مولانا انت بعيد خالص ما بعد تقولي لا باجي الكنيسة وبروح مش عارف ايه لا انت بعيد روحيا وديت ظهرك للرب وغايص في الوحل والطين كل ما نقرب من الرب نسمع كل ما نقرب الاقتراب الجغرافي لكن اقصد الاقتراب الروحي والاخلاقي ما تعربي من الرب قوي تعرفي بيقول ايه واتميز بيقول ايه القرب من الرب نمر السابعة مستوى الخبرة اللي يسمع صوت الرب مرة يبقى عنده خبرة مرة جديدة المرة التانية زي كان عندنا زمن في ابتدائي حاجة اسمها الابتدائي في بداية الستينيان من قرن الماضي لأنه هناك درس في الحساب اسم الربح المركب فلو حطيت مثلا في البريد او في البسطة ميت جنيه ويقول التميز نجاحا يعني كل لما نفشل نزداد فشل ونزداد بعض وكل لما نقرب من الرب ونعرف يزداد ده اسمه مستوى الخبرة انا اهدي مثل عليها في صامويل الاول اصحاح تلاتة عدد تلاتة صامويل الاول تلاتة تلاتة قبل ان ينطفق صراج الله يعني اللمبة او المنارة بيطفوها عشان يناموا او يوطوها زي اللمبة بتاع الزمان قبل ان ينطفق صراج الله والصمائيل متضجع في هيكل الرب يعني المكان اللي فيه التابوت لان الهيكل بنا سليمان بعد كده يلا اسمع معي ان الرب دعا الصمائيل فقال ها انا ذا بس راح لمين عيل صغير عيل صغير مودياء امه زي ندر يعني وقالت ان نذرته للرب ورقض الى عالي الكاهن الرجل العجوز الكبير وقال ها انا ذا لانك دعوتني فقال لم ادعو ارجع اضجع فذهب والضجع نام عاد الست بص ثم عاد الرب ودعا ايضا صمائيل فقال صمائيل وذهب قام صمائيل وذهب الى عالي وقال ها انا ذا لانك دعوتني ففاهم عالي اه ان الرب يدعو الصبي فاهم معرفة عقلية لان قلبه كان ثقيم وثقيل قلب مين قلب عالي نفسه بمستوى الخبرة ده لكن انا عايز اقول ان مستوى الخبرة لصمائيل كان الهيل لكن كبر بعد كده فقال عالي لصمائيل اذهب الضجع ويكون اذا دعاك تقول له تكلم يا رب لان عبدك ايه سامع فذهب واتضجع الى مكان وكلمه الرب صح قال له انا عامل عملا محدش يقدر يفهم يعرف ايه اللي انه هعمله وكان الموضوع خاص ببيت عالي الكاهن المتهاون المتهاون المخطئ في حق الرب ولاده السرعة السرعة في الحالة العامة لغة الكلام من حضراتكم تعرفوا الماني ردوا علي طب برتغالي ما خدمتكوش هنا بالبرتغالي ولا الالمانية ولا الفرنسية ولا حاجة من دي انا عارف انه تتكلموا اللغة المصرية العامية حتى لو موجود اتنين بس في الاجتماع او تلاتة اتكلم معكم باللغة التي تفهمونها الله يتكلم بطريقة وبلغة يفهمها البشر ما عندناش احنا حكايات وضحك على الناس الكتاب المقدس يتكلم ويحمل رسالة الله بكل الصدق ما اقصد لغة الكلام اللغة المصرية او اللغة العامية المصرية او اللغة العربية انتم تعرفونها وانا اتكلمها ده تواصل لكن كمان مين واخد باله لغة الجسد لغة الجسد التعبير بتاع وجهي تقدار القطو مرات ازور حد او حد يقول تعال اشرب قهوة عندي ما قال للمدام بس هو عارف ان انا مثلا اشرب القهوة من غير سكر تصور ويعمل ازاي راجل فطن محترم امراته فهمه يفهمه بعض يعمل لها كده بس اي اشارة تجيب فنجان القهوة زي ما هو بيقول لها مرد بالاشارة يبقى لغة الكلام عبارة عن المفردات ومستوى الصوت ولغة الجسد ونظرات العين المؤمن يحس بالكلام ده يقول لك الرب كلمني كلمت ازاي عندما صمت ولم يرد علي هذا ليس تجاهل التجاهل فكرة لكن هو لا يتجاهلك لكن يقول لك انت غلطت كتير وانا عايز يعني عايز اقرس ودنك لكن انا قلبي بيحبك شايفين لغة الجسد بتاعتنا الاشارات النظرة طب انتو فاكرين حالة من كده اللي فاكر يقول لما كان بيحاكموا الرب في الاوضة دي للاوضة دي من المكان بتاع حنانيا لقيافه او من قيافه الحنانيا هو ماشي كده بصوا شاف بوترس يقول للكتاب قوله ونظر ها اليه ما قالوش اي كلمة نظر اليه وخرج خارجا وبكى بكاء رب عمال يبصلك قولك عيب عيب لحد امتى هتقعد ضايع كده وغرقان في الوحل لحد كده لحد امتى هتقعد بتعروجي بين الفرقتين نظرة وقعد يبكي الراجل لو المناديل اللي هي الورق دي موجودة يعمل لك كوم كده بالدموع تبتبكي ليه حضرتك يا رسول المسيح العظيم الرسول بوترس عمل لك ايه يعني قال لك ايه قال لي ما قالش حال هل كانت نظرته فيها عتاب قال ياريت فيها لوم ياريت فيها تعنيف ياريت ما لقى نظرة الرب المتقلم هنا فيها كانت كلها حب وشفقة ده اللي دو بقلبيه عندما ينظر اليك هل تفهم دي لغة الكلام الفهم العام يدينا شوفنا الحالة بتاعتنا والحالة بتاعت الجو العام للحياة بتكلم مش في بلدنا بس في العالم كله يبقى الموقف العام والحالة العامة وبعدين الفهم العام نفهم ازاي واحد رأي كلمة الله مش بتقرأ الكتاب مش هتعرف حاجة مش هتعرف حاجة في دنيتك وتتكلش على حد يقولك كذا انت تقرأ المسيحية الحقيقية ان تقرأ انت لتسمع بطريقة مباشرة صوت الرأم انا قادر اقول لطفلي الصغير دون سن الادراك خلي بالك من كذا 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 وفهمه لكن ابني انا الجامعي اقول له اعمل كذا ما تعملش كذا ابقى بقمعه الله يحترم ارادتنا ويحبنا لازم تعرف رأي كلمة واحد هيتجوز مثلا رأي كلمة يا عم تدخل في الجواز اه تدخل في الجواز دا تكون تحت نير مع غير المؤمنين مثلا يعني كلمة الله لها رأي اتنين راحة الروح القدس روح الله اللي في المؤمن الحقيقي ده يوافر يفهم راحة الروح القدس راحة الروح القدس غير الراحة النفسية الراحة النفسية لما ربنا يوفقك على اللي انت نفسك فيه لكن الراحة الروحية حتى لو الرب رفض اللي أنت نفسك فيه ترتاح رغم أنه قال لا على حاجة أنت كان نفسك فيها الراحة الروحية قصة شديدة الروعة والثراء الأمر الثلاثة الصلاة بتجرد وتسليم يا رب أنا نفسي في كذا وأتوسل إليك لأجل كذا لكن قول لتكن مشقتك مش عايزة لعب وياما ناس غاصوا في مشاكل ملهاش نهاية لأنهم مشوا حسب هواهم وحسب هوا الناس نمرت أربعة مجريات الأحداث الموضوع ماشي ولا لا واحد عامل ليهجرة غير شرعية ومستلف وباعي لورا وقدامه صارف سبعمائة ألف ويقعد على حدود المكسيك عشان يروح لجنوب كاليفورني وممكن يتضرب بالنار وقول للرب رأيه ويقول له رأيه ما تروحش رأيه لا تغامر بحاجة زي كذا مجريات الأحداث احتمال تموت وهكذا مجريات الأحداث آخر حاجة الصوم الكتابي أتزلل قدام الرب وقول له أنا زي الميت اعمل معروف وتدخل في عمر يارب تكونوا فاكرين عنوان الخدمة لا تقول له صوت الرب وقالنا تمييز لأن هناك خلط كبير خلط كبير وتسمع حاجات غريبة جدا يقول لك ربنا قال كذا ولا قال ولا 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 عمل ما فيش خالص الكلام ده اللي بعض الناس تقول يا آية جميلة عايزك تختم بيها أنا تعبتك النهار ده بطرس التانية واحد تسعتاشر بص الجمال بطرس التانية واحد تسعتاشر نفسي الآية دي ما تنسوهاش أبدا نفسي أخت شاطرة تكتب مئة ألف نسخة منها على الكمبيوتر نفسي نفسي حد يعملها بالإيتامين الآية دي نفسي حد يعملها على لوح نحاس عشان الناس تفهم ونعرف كلهم بص الرسول بطرس كتب بطرس التانية واحد تسعتاشر دي حبيبتي دي الآية دي حبيبت قلبي الآية دي بصوا وعندنا اقروا وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون أثبت من أي حاجة تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج المنير في موضع مظلم إحنا في أيام سودة وفي عالم مليان بالظلمة الروحية والأخلاقية والظلمة الفكرية والجهل الشديد إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم أمين ربي بارك الاجتماع لمجد المسيح نصلي مع بعض يلا خلونا نصلي ترجمة نانسي قنقر